ومن دعائه عليه السلام بعد هذا التحنيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإلا طوف فختم بنا على جميع منذر وجعلنا شهداء على من جحاد وكثرنا بمني على من قال اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة كما نصب لأمرك نفسا وعرض فيك للمكروه بدنا وكاشف في الدعاء إليك حامتا وحارب في رضاك أسرتا وقطع في أحياء دينك رحما وأقصى الأجنين على جحودهن وقرب الأقصين على استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتيك وشغلها بالنصح لأهلي دعوتك وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطني رحلي وموضعي رجلي ومسفة رأسي ومأنس نفسي إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك فنهد إليهم مستفتحا بعونيك ومتقويا على ضعفه بنصريك فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرر ولا نبي مرسال وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العداء يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضغافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم الجواد الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين